أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن رعاية الخيل وسباقاتها تحظى بدعم واهتمام من جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الذي دائما ما يؤكد أهمية الارتقاء بالخيل البحريني الأصيلة باعتبارها تراثا وطنيا مهما إضافة إلى اهتمام ومساندة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله نعم جاء ذلك بمناسبة افتتاح سموه للاستبلاط الجديد الخاصة بالأهالي المحاذية لقرية القدرة حيث جاء الافتتاح لجسد الدعم الكبير الذي يقدمه سموه للاستبلاط المحلية الخاصة وتأكيدا على دور سموه في تقديم الدعم لهم في أعداد الجياد باعتبارها إحدى أهم الشواهد التاريخية والتراث البحريني الأصيل فضلا عن مشاركتهم في تطوير رياضة الفروسية في المملكة شهد الافتتاح حضور سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى البيئة ونائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل وسعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة وسعادة الشيخ دعيش بن سلمان الخليفة رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل وعدد من أصحاب السمو المعالي والسعادة والمسؤولين قال سموه نستلهم كل معاني البذل والعطاء من قبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لوضع الاستراتيجيات الوطنية التي تساهم في دعم رياضة الخيل في المملكة والسعي نحو تطوير منظومتها الإدارية والفنية بالإضافة إلى توفير المنشآت الحديثة والجديدة القادرة على استيعاب الخيول في بيئة مثالية ومتميزة أشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أننا نرى أن أهمية وقوفنا إلى جانب استبلاط الأهالي وتوفير البيئة المناسبة لهم ودعمهم للاهتمام برياضة الخيل وتربيتها لذا فقد حرصنا على إعداد مجموعة من الاستبلاط التي تحتوي على منشآت متطورة ووضعها تحت تصرف الاستبلاط والتي دائما ما نعظم دورها ونقدر جهودهم في هذا المجال وإننا على يقين تام بأن الاستبلاط الجديدة ستمنح الأهالي دافعا قويا في مواصلة مشوار التطوير ودعم استراتيجية المملكة في الاهتمام ورعاية الخيل والمحافظة عليها بارك سموه افتتاح الاستبلاط الجديدة ومثمنا جميع الجهود الوطنية المخلصة التي ساهمت في إنجاح هذا المشروع الذي يحمل في طياته أهدافا نبيلة على تراث البحرين العريق في الخيول وتربيتها وسباقاتها في هذا الإطار فقد عهد سموه إلى هيئة شؤون الخيل بإدارة المنشآت على أن يتم التوزيع على مالك الاستبلاط المتواجدة في منطقة الزلانك لواء 192 رأسا من الخيل يعتبر مشروع الاستبلاط الخاصة للأهالي من المشروعات الهامة والذي أقيم على مساحة 29500 متر مربع وتبلغ عدد الاستبلاط 12 استبل 4 استبلات تحتوي على 24 صندوق للخيل بكل استبل وثمانية استبلات تحتوي على 12 صندوق للخيل بكل استبل جديدة من سيدي جلالة الملك وتوجيهاتكم الله يحفظكم لأصحاب الخيل دائما هناك مكرمات الحمد لله طبعا نحن محظوظين أولا براعية جلالة الملك لهذه الرياضة وللخيل ولها لها فهذا المشروع نبارك فيه يعني الحقيقة أهل الخيل اللي إن شاء الله نحن نشوف احتياجاتهم ونشوف التحديات اللي أمامهم عشان نحن نوفرها لهم ونعرف احنا الصعوبات اللي تواجه هذه الرياضة ولكن إن شاء الله هذا المكان المبارك هي فقط بداية واحنا نترجم توجيهات واهتمام جلالة الملك بهل الخيل